أهلاً بكم عبر شارع الفئلة نتمنى منكم متابعة هذا التقرير نحن مريدتا بيتوتية يمكن أن يكون عندها تجي الأغانية وترجع على الجامعة وترجع على البيت مريدتا شو بدعنا بسطوع على الصباح؟ هايك في الناس بحبوا يعرفوا شوية كمان من شخصية مريدتا أنا عفكرة عم صور فيلوغز عم نازل فيديوز عندي على اليوتيوب على صفحتي عم صور فيها هيك يومياتي أوقات يعني حملة الكاميرا ومشي فيها بحب أعود مع حالي كتير بحب أعود قضي وقت لحالي أنا ما بالزهق ودايما بحب يجو لعندي أصحابي لقراب ونقعد بالبيت شفتي مريدتا قبل ومريدتا اليوم بس تحتري فيديو كليب بيت أو تشوف المؤابلات لمريدتا شو بتنتق ديها شو بتقولي مثلا أنا بدي غير بدي شي خبرين باني حكيت عم باهدر وأنه قليلة أحضر ما بحب أحضر حالي كتير بالمؤابلات وهيك أنا وقت كل بحس ما بحرف إذا الناس مثلي بس أنه بصير لأنه دايما بدك تنتقد حالك خصوصي أنا أنا حدا بنتقد حاله كتير حافي برزي عبر شارع الفان ومن كل الناس اللي بتحبك بتخافي بعد شوي هيك من كبر العمر بعدني صغيرة إذا بدك تكون إنه خايفة من عمري بس فكر بالموضوع أنه أنا بحب الطفولة يعني بحب بحب ضلني صغيرة مهم الواحد يضل حاله يعني دايما ما يحس إنه العمر يمنعوا من شي كيفيك مع سوشال ميديا في كتير ناس بيحبوا ماريتا وشوي يمكن بينتقدوا شوي هيك ويمكن أنت ماريتا بترد عليهم طريقة هيك مهضومة ولا مرة تأثرت يعني ها نعمة من عند الله بعرف إنه دايما النجاح عنده أعداء فمين ما كان حيالا إنسان ناجح يعني وما فينا نرد الكل وبحترم رأي الناس يعني إذا مش حب إشيا يعني كل واحد عنده رأيه وبحترم هيدا الشي زمنا هيك نسمع من ماريتا بعدين أغني يمكن أو شي كمان مجدد متمذكرنا حلوة يا بلدي لداليدا آه كمان داليدا آه عفكرة أنت أسئلتك اليوم هيك على قد جددتها بس بعد ما نزلت فمعقولي أنا قريبة ننزله الغنية سجلتها من توزيع توني سابا أستاذ سوني أنا بحبه كتير عفكرة لأنه ما شاء الله ستوديو سلامته كمان راح مدلع السلامة عامي العملية بحبه كتير وكتير بحب اشتهل معه يعني قاعدة عنده بالستوديو بتحس حالك بالبيت وما بتحس حالك أنه يلا بده نخلص الشغل لا أنه قاعدين نطلب ديليفيري منتسلة من موقع شارع الفن نشكركم على حسن المشاهدة